بطل بطل آخر هو والد هداية ملاك اللي ربى البطلة المصرية هداية ملاك الأستاذ أحمد ملاك أستاذ أحمد أهلا بحضرتك من اليوم مبروك لمصر والهداية والحضرتك أهلا بحضرتك يا فهلا وشتريك جدا على اهتمامكم ومتابعتكم للهداية عارف أنه أكيد اليوم كان مرهق جدا بالنسبة لك ما بين فرحة شديدة ما بين ضغط مكالمات وتهنئات لكن هي مستحقة لأن مصر كلها فرحانة بالعملاته هداية النهاردة الحمد لله الحمد لله إزاي تبعت المباراة إزاي تبعت تفوقها وتقلقها من دور إلى التالي لحد ما لعبة مباراة تحديد المركز التالت والرابع وخدت الميدالية والله حضرتك يعني أنا وكل أسرة هداية كنا متابعين معنا يعني حاليا في السعودية بس لصروف الغلاق الموجودة ربنا يعينك ربنا يبارك فيك بس تبعت الحمد لله من الأول مارش مع هداية كان تحدي كبير بالنسبة لها لأن برضو هي لعبة مطلة فرنسا وكان الموضوع شوية في تحدي أكبر لأن مدرب منتخب فرنسا كان فعليا هو مدرب هداية فريد في نيرو بس تدريب منتخب مصر وراح فرنسا فطبعا ده تحدي كبير وكلنا الأمين شوية لأنه هو عارف طبعا هداية كويس حظت لها بها بالضبط الحمد لله يعني أنا بصراحة يعني عايز أشكر على الهوى هذه الوقت كابتل من محمود شربي برضو مدرب منتخب مصر سابقا وكتب تكلمته بصراحة وقلت له على الموضوع ده لأن أنا الآن نزعية دي هو قال لي يريد أتوصل مع هداية وقولها ضروري من عنصر المفاجأة يعني أهداية يعني لازم يبقى ليك في الأداء بتاعك حاجة جديدة النهاردة لازم مدرب منتخب فرنسا ده يشوف من هداية ملك لأ عنصر مفاجأة يعني عنصر مفاجأة مختلف عن أي وقت قبل كده والحمد لله ربنا وفقها وكان أداءها مميز جدا في أول مطر وربنا وفقها ويعني عمل كويس أو في الماتش الأولاني ده آآ تاني تاني ماتش مع بطلة بريطانيا آآ سبحان الله يعني كنا متحكسين أنه في بعض البطات لأن طبعا هي خصت من بطلة بريطانيا بفرق نقطة واحدة أزبوط في ربع النهارة آآ يعني الحمد لله ربنا وعكرم أبعدها بأه بالتردية آآ آآ يعني بعدها آآ في الماتش اللي هو الثالث مع التونجو كان حتى أطلع ماشاء الله 15 صفر عدم تكافؤ أيه أزبوط حتى ساعت أنا شوفت الناس ويهي بتتابع المباراة بتقول وفري النقط دي هداية للمطش اللي جاي أهم كفاية ماشاء الله عدم تكافه لا عايزين اللي جاي أهم لكن ماشاء الله فرحتنا في ده وفرحتنا في اللي بعده في مباراة البرونزية الحمد لله الحمد لله والله ببارك لحضرتك ومبروك مرة تانية ليك والكل الأسرة والهداية وإلى مزيد من النجاحات بإذن الله سيد أحمد شكرا لحضرتك وترجع مصر بالسلام إن شاء الله